تنظيف الجير من الأسنان يعتبر واحد من الفيديوهات اللي بيهتمي بعدد كبير من الناس الجير اللي بيبقى موجود على الأسنان في بعض الأوقات ممكن يبقى أخطر من التساوس علشان كده قلت في فيديوهات قبل كده ان الجير ده بيعمل دوبان للعظم وبيعمل انحصار في اللاسة وبالتالي في حالات كتير ممكن يسبب حركة قوية جدا في الأسنان وشفت ناس كتير بتفقد الأسنان بسبب الجير لكن التساوس ممكن مثلا يؤثر على سنة واحدة أو يؤثر على درس أو عدد من الأطراس وبنسبة كبيرة جدا بيتم علاجه وما بيحصلش مشكلة لكن الأسنان بالنسبة للجير لو تحركت أو جزة سنة تحركوا مع بعض ممكن الأسنان دي تتخلع وفي الحالة دي بنلجأ ان احنا نعمل تركيب سابت أو متحرك أو زراعة زي ما انتوا شايفين كده الجير متماسك على الأسنان بشكل كبير جدا والجهاز شغال بسرعة عالية قوي علشان يقدر يشيل كل كمية الجير اللي موجودة لون اللسة مختلف عن لون اللسة في باقي الفم يعني انتوا شايفين حاليا لونين مختلفين عن بعض واحد فيهم أحمر ملحوظ جدا والتاني ممكن يبقى مايل للوردي اللون الأحمر اللي هو تحت الجير ده ده كله عبارة عن التهاب موجود لأن الحالة معملش تنظيف بقاله مدة ممكن خمس سنين أو أكتر من كده الالتهاب ده بيتم علاجه بشكل سهل جدا من غير أي مشكلة ممكن في مدة حوالي ثلاث لخمس أيام بس لكن اللي ممكن يزعلنا شوية الانحصار اللي موجود أو الجزء اللي مكشوف في الجدر وده ملحوظ قدامكم أو واضح جدا شايفين السنة لونها أبيض وتحتها بشوية لون غامق اللي هو الجزء اللي اتكشف من الجدر الجزء ده بسبب إن الجير كان بيضغط على اللسة وابتدى ينزل اللسة عن المعدل الطبيعي بتاعها طبعا الجزء اللي اتكشف من الجدر ده ما بيرجعش للوضع الطبيعي تاني ده كمان بيسبب تحسس الأسنان ممكن إحنا نعالجه مع الوقت ما فيش منه مشكلة بالنسبة للسة لما بتتعالج الالتهاب هو اللي بيتعالج واللسة ممكن ترجع حوالي 2 ميلي أو 3 ميلي يعني فيه جزء معين من اللسة بيرجع للوضع الطبيعي لكن ما بتغطيش الجزء اللي اتكشف كله من الجدر فيه ناس كتير بتسأل لو الانحصار اللي موجود كبير إيه للتعامل اللي ممكن نرجع اللسة للوضع الطبيعي الحل بيكون عن طريق الجراحة إن احنا بناخد جزء من النسيج الفموي ونبتدي إن احنا نعمله سويتشر أو نخيطه مكان الجزء اللي هو حصله انحصار في اللسة وبالتالي بيغطي الجزء اللي اتكشف من الجدر طب هل الموضوع ده بينجح ولا ما بينجحش أيوا فعلا الموضوع ده بينجح ممكن نعمله بس متابعة كل سنة علشان لو فيه أي مشكلة نلحقها في البداية قبل ما الموضوع يحصل فيه انحصار تاني تنظيف الجير بيكون مؤلم في حالة إن الطبيب يضغط بالجهاز بقوة على الأسنان وعلشان كده احنا ما بنعملش ضغط قوي علشان المريض يبقى مرتاح خلال الجلسة الجهاز بيدخ مية لو انتو شايفين علشان يعمل تبرد للسنة ويعمل تبرد النسيج المحيط وبالتالي السنة ما تتعرضش الحرارة وبالتالي كمان ما يحصلش ألم يعني الجلسة تكون ثالثة وتعدي من غير أي مشكلة خالص طبعا انتو شايفين الكمية اللي بتنزل تعتبر كمية كبيرة قوي وبقالها مدة طويلة والتأثير بتاعه واضح في الأسنان الأمامية فقط